السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أخوكم محمد العموش من طلاب دفعة أورطة جامعة الباقات التطبيقية واليوم رح نشرح عن البيولوجيكال الممبرينز عنا هذول اللي نكوبتكتي فهذه الأشياء رح نعرفهم أو نتعلمهم خلال هاي المحاضرة فأوريدي كله رح نكون ملمين فيه أولاً، عنا أول شيء البيولوجيكال الممبرينز تمام؟ إن أكوية سيليوشن فوسفوغليسارايد سبونتانسيوسلي فوم انتو الليبت باي لير عنا سيقول بالطبيعة بالشكل الطبيعي لما نحط فوسفوغليسارايد بهون لما نحطهم في أكوية سيليوشن طبيعة مائية أو محلول مائي بشكل تلقائي رح يترتبوا على شكل البيليارز يعني باك تو باك الأجزال متشابهة مقابلة لبعضها مثلاً هيد تيل تيل هيد أو تيل هيد هيد تيل هاي معنى باك تو باك لكن في الطبيعة إحنا ما بنحتوي غير على الهيد تيل تيل هيد إيش يعني بيقولنه هون؟ هسا شكل ترتيبها إحنا أخذنا ان الفوسفوغليسارايد راح تكون اللي هيهيد تيل يقولنا البولر هيد رايح يكون مواجه للاكويس انفيرومنت اللي هي الاكسترا سيليولا ماتريكس والانترا سيليولا ماتريكس أما عند النون بولر تيل رايح يكون مواجهة لبعضها من الداخل أي محصورة بين الهيد والهيد هاي هي كشكل عام في عندنا هسه ايش القوة اللي تخلي التيلز مرتبطين ببعض اسمها هاي هي الانتراكشن الطاقة او القوة اللي بتخلي التيلز مرتبطين في بعض بحكي لنا كمان the arrangement of hydrocarbon tail in the anterior can be rigged يعني الصلب في حال انه rich بالsaturated fatty acid اللي هي السaturated fatty acid اللي هي الفاتي acid اللي هي الفاتي acid اللي بيكون فيها التيلز ما فيهم اللي هي double bond هذا هو saturated اذا كان في عندنا كثير saturated راح يكون صلب او شي بيصال بيعني انه ما يلير الصلابة او انه يكون fluid مائع او سائل اذا كان rich in unsaturated fatty acid هون بالصورة هاي هو بيوضح لنا ايش هو السaturated والانساتوريتد اذا سوى هاد شكل الساتوريتد احنا اريدي بنعرفه ما في double bond هون الانساتوريتد عنا one double bond two double bond ممكن three four ما حسب نوع الفاتي acid المستخدم عنا هون بيفارجينا صور لالبالجيك الممبراين كيف بيكون مرتب في عنا هون الهيدز الpolar heads nonpolar tails مقابلين لبعضهم مربوطين ببعض بطاقة او بقوة اللي هي hydrophobic interaction انه هون برضو البولر هيد extra cellular, intra cellular, outside, inside هس هون هيك بيكون شكل خلية بس هي ك خلني حكي انه كروي تمام وفعليا هي غير منضم شكله خلية كروفة بيكون بهاي الطريقة درزات يعني انه طبقة اللي هي الpolar head from inside nonpolar tail between الpolar head from outside and inside هس خلينا من يعرف ايش هي الميسيل تمام السا الميسيل عبارة عن تجمع تمام يعني بيقولنا الموليكيولز that have both polar or charge group and nonpolar noncharge group اللي هي الامفيباتيك foreign aggregates call micelles يعني انه لما يكون عنا جزء انفيباتيك هيك موجود باكوية solution حر رايح يتجمع هزي هيك رايح يكون from inside اللي هي ال nonpolar side from outside اللي هي polar side هس احنا هونванحكينا بالخريه انو بترتبع شكل اللي هو بالايير تمام السا لما يكون زي هيك مثلا مش ว بيكون جزء اخر تمام تمام ف همبيتجمعوا على شكل تجمعات كرية ايش تسمى الميسيل هس هون بدوا يحكيينن عن ilebed movement and membrane كيف طريقة الليبدي بتتحرك؟ كيف تسمح للمواد انها بتتحرك؟ تمام؟ في عنا اللي هي lateral diffusion إنه side by side تمام؟ الجانبيات يتبادلوا أماكنهم، بنتقل هون، تنتقل الثاني هون هاي رابد، هاي الحركة سريعة، تمام؟ أوكي بس إنه سريعة، الحركة الثانية اللي هي flip flip-flop إنه المتقابلات يتبادلوا أماكنهم، هاي very slow يعني في عنا طريقتين اللي هي lateral سريعة جانبيات مع بعض والflip-flop رأسية اللي بيكون المقابلات مع بعضه هي very slow هون بحكيين عن شغلة ثانية، اللي هي the presence of cholesterol وجود الكوليسترول عندنا يعني إذا كان عندنا كوليسترول موجود إذا ارتفعت الحرارة، راح تزيد الصلابة فاهمين الفكرة كيف؟ قلنا الممبرين become more disordered رايح يصير أكثر اضطرابا The transition temperature is higher for more rigid membrane and slow for less rigid membrane يعني قلنا عندنا الحرارة الانتقالية قلنا الحرارة اللي رايح تخلينا نغير بالفلويدتي للممبرين إذا كان rigid رايح تكون الحرارة المفروضة تكون عالية يعني نسبة اختلاف الحرارة مثلا كان الممبرين صلب عند درجة حرارة 37 لازم نرفعه إلى درجة حرارة عالية أكثر بكثير عشان يصير مور فلويدتي أما إذا كان أصلاً يعني هيك صلب إش بسيط فلو رفعناها مثلاً من 37 لإش بسيط لأربعين وخمسة واربعين رايحة إنه تصير فلويدتي بس هاي المعلومة The plants membrane have a higher percentage of unsaturated acid than animal membrane هاي ما معلومة صرفة بس بدأ ترجمة ليه بحقيلنا إنه النسبة المئوية للـ unsaturated fatty acid بالـ plant membrane اللي هي جدران خلايا النباتية أكثر بكثير منها الموجودة بجدران خلايا الحيوانية The presence of cholesterol is characteristic of animal rather than plant membrane معلومة أخرى بيقول لنا إنه الكوليسترول غير متواجد في الـ plant membrane يعني هي خاصية فقط للـ animal membrane مش موجودة في الـ plant membrane animal membranes are less fluid more rigid يعني بيقول لنا أعفون than plant membrane إنه الـ animal membrane أقل fluidity أقل مائعية من الـ plant membrane يعني أكثر صلابة من الـ plant membrane The membrane of the prokaryotes which contain no applicable amount of steroids are the most fluid يعني بيقولنا هون إنه الـ prokaryotes ما عندها ستيرويد نهائيا ما عندها ستيرويد فمشان هيك تصنف الـ prokaryotes على إنها the most fluid membrane أكثر ميمبرين في وسائلية أو ميوعة عنا هون بيحكي لنا عن الـ SL group in the bilayer anterior are ordered to varying degrees إنه الـ SL group متوفرة داخل الميمبرين بـ درجات مختلفة بكميات مختلفة إيش هي الـ SL group؟ هس الـ SL group عبارة عن motel derived from removal of one or more hydroxyl group from and oxycide يعني هاي معلومات ما عندنا عمنا جوجل على فكرة بس عشان مش موجودة بالـ sliders إنه هي عبارة عن مجموعة وظيفية تشتق بإزالة عدد من مجموعات الـ hydroxyl من حمض الأكسوجيني بما في ذلك الأحماض العضوية وكمان في عنا إيش هما الـ states للميمبرين نفسه كـ dynamic في عنا الـ barocrystalline states الجل state هاي يعني semi-solid نقدر نقول عنها في عنا الـ fluid state اللي هي أكثر إشي سائلة يعني مش سائل سائل بس إنه نقدر نقول عنها سائلة تمام relative low temperature بالحرارة المنخفضة بيكون عنا الـ gel phase أو gel state بالـ intermediate temperature بتكون liquid اعفا liquid order state تكون وسطية بين بين اللي هي بين الجل state والـ liquid اعفا fluid state الفلويد state تكون عنا بالـ high temperature أوكي all biological membranes share some fundamental properties يعني هذول الخصاص موجودات في كل الـ biological membranes fluid mosaic model for membrane structure هس هما سموها عليك الفوسيفساء لأنه تتضمن اللي هي البروتينات والكوليسترول أو استيرول نفسهم داخل الـ bilayer فبتبين كنتوقات وشان هيك سموها اللي هي الموزييك model عنا نبلش بـ أول إشي عنا هذا الطويل اسمه integral protein بس هو عبارة single trans membrane helix يعني عبارة عن سبين واحدة أو سبان واحدة عفوا كلافظ سبان واحدة عنا هون integral protein multiple trans membrane helix اللي هي multiple اللي هي span helix فالـ integral هو عبارة عن البروتين الذي يخترق كلا جانبي الـ bilayer للميمبراين في عنا الاستيرول هو هاد هون بيكون دهون هسا الاستيرول يختلف من ميمبراين للميمبراين ممكن يكون قل لي اشو اسمه نسيت اسمه يا الله اوكي بعتذر ايش هو الاستيرول الاستيرول عبارة عن دهون تمام يوجد بين الـ bilayer من انواعه اللي هو الـ كوليستيرول استيرول اه ايرغوستيرول هذول هم انواع ممكن يتواجدوا فيه في عنا شغلة ثانية موجودة هون على الطرف او على جهة واحدة فقط من الـ bilayer membrane اسمه الـ peripheral protein هون بيكون ايش اه covalent linked to lipid عن طريق covalent mund تمام فهي الطريقة اللي يرتبط فيها الـ peripheral protein مع الميمبراين عن طريق covalent linked to lipid covalent linked في عنا اشي اسمه glycolipids في عنا اشي اسمه glycoprotein او Oligosaccharide ايش هو عبارة عن اللي هو كربوهايدريت يرتبط باللبد نسمي glycolipid كربوهايدريت يرتبط بالبروتين نسمي glycoprotein او Oligosaccharide هذا هو اه كل شيء نعرف من هون ايه الـ bilayer طبقتين hydrophobic افا hydrophilic hydrophobic tail hydrophilic inside outside انه هون بحكي لنا الانواع للبروتين membrane the main categories of membrane protein انه واحد peripheral protein وثنين integral protein البروتين و bound to surface of the membrane على سطح الممبرين او خلال طبقة واحدة من الطبقات لا يخترق الطبقتين from outside or inside وطبعا بيختلفوا عن بعض asymmetrical غير متماثل integral protein هو عبارة من البروتين اللي بي composed of on both sides انه يخترق الجهتين يخترق طبقتين الممبرين different kinds of phospholipids يا سلام هس هون نجعل هاي الصفحة المعجوقة القويا يعني بصراحة هاي الصفحة طلعت سهلة مزي ما انا اتوقعي هسه ايش مطلوب مننا احنا هون بنشوف اشكال هسه كل الكيميكا هذول ما بنحفظهم نهائيا مش مطلوب من نحفظ احنا بنحفظ هذولة اللي هي phosphatidyl ethanolamine phosphatidyl serine phosphatidyl choline sphingomyelin عفوا او sphingomyelin sphingosine هذول بنحفظهم كاسماء فقط وليس كنسب وليس كاشكال وليس كمواقع هاي هي المطلوبة منا بالصفحة واضافة الى هذول الثلاثة تمام the composition and architecture of membrane هسه بيقولنا هون انه كل membrane بختلف عن الثانية each type of membrane has characteristic lipid and protein كل membrane لكل خلية لكل نوع لكل كين حي بتختلف عن الثانية من حيث المكونات ونسبتها في الممبرين عندنا مثلا هذول الجدول بحكيهن عن human myelin sheath احنا بنعرف انه المايلين sheath هي بيحيط بال axon بيكون عندنا تتكون الممبرين تبعها من 30 بالمئة بروتين 30 بالمئة فوسفوليبيت 30 بالمئة 30 بالمئة 30 بالمئة 30 بالمئة فوسفوليبيت 16 بالمئة 30 بالمئة هذول 79 بالمئة طب وين الباقيات الـ 11 بالمئة اللي يضلوا وين 21 بالمئة ضلوا وين منقوله في عندنا نوت الـ value do not add up to 10 عفوان 200% in every case مش ممكن يعني انه يكونوا كلهم 100 بالمئة مجموعهم ليش لانه there are components other components than protein فوسفوليبيت انستيرول في شغلات ممكن تكون غير الموجودة في يعني غير البروتينات والفوسفوليبيت والاستيرول مثلا The plant example have a high level of glycolipids في عندنا اشي اسمه glycolipids يتوفر بكثرة وين plant membranes هسا هون يعني كارقام ما بتوقع انهم حفظ منا بس ممكن الواحد يحفظ اه شغلات اه من اقل واصغر مثلا بيقولنا من بعطينا one of this have a highest percent of protein in its membrane بعطينا اربعة او خمسة من هذول احنا بنكون عارفين انه الاي كويل عنده اكبر نسبة للبروتين مثلا مثلا بيقولنا مين عنده اعلى نسبة من الفوسفوليبيت بنقوله البراميسيوم بيقول one of this do not have a sterol الاي كويل او من عنده او من عنده الاي كويل اه او من عنده الاي كويل ماوس لفر يعني على هذا المنوال ممكن انه يجي بالناس ازي هيك بس غير هذا اللي حكيته لا يمكن يجي اي سؤال على هاي السلايد اوكي هون بيقولنا الاسيمترك distribution of phospholipid between the inner and outer monolayers of erythrocytes plasma membrane هسا بيقولنا عند مثلا خلية الكورية الدم الحمراء الerythrocytes خلايا الدموية فهون بيقولنا انه توزيع الفول الفوسفوليبيت ما بيكون متساوي على كلا طرفي ال inner وال outer layer فانه كمان هيك من نعرف انه يعني مش كلهم متساويين على نفس الجهة بيعني مثلا بال phospholipid ايثانو الامين تمام ثمانين في المية من هذا الفوسفوليبيت بيكون بال inner layer والعشرين بالمية الثانية بيكون بال outer layer مش مطلوب منه نحفظ نسب مش مطلوب منه نحفظ يعني النسب فا ايش مطلوب منه هنا انه يجي كسؤال بدنا نميز انه عنده هون الفوسفوديد الكولين والسفينجو مايلين هم فقط الاثنين الوحيدين اللي بيكونوا outer النسبة ال outer منه لا يارفين الفوسفوليبيت اكثر من ال inner layer هاي معلومة معلومة ثانية نعرف انه الفوسفوديد الفوسفوديدل اينوزيتول فور فوسفيت هو الوحيد الوحيد الذي لا يمكن انه يتواجد بال outer monolayer وضع الشغلتين لا حكيتهم فقط هما يعني اللي ممكن يجو عليهم اسئلة هاي سلايد غير هيك ما بتوقع فيه بريفرال ميمبراين بروتين are easily solubilized وانا بحكي لنا عن طريقة انه كيف ينفصل البروتين عن الميمبراين الطريقة في عنا اللي هي ال بريفرال بروتين كيف انه يكون في عنا جي بي آي لينكد بروتين هذا الرابط اللي بربط ال بريفرال بروتين بالفوسفوليبيت هون فبيجي عنا اللي هو فوسفوليبيت سي يدمر هاي الرابطة فبنفصل لغلاك بروتين الانتقرال بروتين هضم انه كبير فلما ينزلق او يخرج من الميمبراين رايح هي يخيط فيه اجسام هاي اللي بتسبب له ديتريجيتنز تمام عفوا ديترغينز هس ايش هو ديترغينز هو عبارة عن يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم ديتريجيتم ديترغينز هو يدمر بارچهات مع المجدية موجودة في الإهبانز يعني هاذ عبارة عن منظف زي منظف يُحيط مباشرة بال يحيط مباشرة يُحيط مباشرة بالاينتقرال بروتين كونه هايدروفوبيك تمام هاي هي الأشي اللي بيصير عنا لما يصير solubilized للperipheral and integral protein عنا هون هاي السلايد هسا في سلايد أفا في صورة خارجية من عند عمنا جوجل بتبيني لو بتوضح لنا الtypes هذول لانه بمن يانا سألت الدكتور وحكى مطلوب منكم الموجود والمرسوم والغير موجود والغير مرسوم يعني بدك تحتمد حالك أتوقع معناها أنه تطلع إيش هم هذول الtypes رايح هنزلهم مع الفيديو بإذن الله integral protein are healed in the membrane by hydrophobic interaction with lipids حكيناها بالبداية السلايدات إنه integral protein شو اللي بيحفظها عفوا لأ إحنا ما حكينا إحنا حكينا إيش بيحاول إنه يبقي البايلاز مع بعض عفوا اللي بيخليهم بيظلوا داخل البيليار ما بيروحهم بلا بيجوا اللي هي عبارة عن الhydrophobic interaction مع الليبيد تمام هس رايح أحكي عن الtypes من الصورة اللي عندي ولا أقول لكم خلاص انسوا بس أنزل الصورة أنزل الvoice ويسمعها هيك أحسن لكم covalently attached lipid uncore some membrane proteins أيش هي الليبيد uncore الليبيد uncore protein هي عبارة عن البروتينات المثبتة بالدهون وهي عبارة عن بروتينات proteins located on the surface of cell membrane that are covalently attached to lipids embedded within the cell membrane بالعربي يعني هي بروتينات موجودة على سطح الغشاء الخلية تمام على سطح الممبرين مرتبطة برابطة covalent تسهمية بالcovalent bond مع إيش مع دهون موجودة داخل الممبرين هاي هي الدهون هاي هي الدهون مثلا زي هي هاد مرتبط فيها هاد هما ال in core membrane proteins ومن بدنا نحكي عن الممبرين function as selective chemical barrier يعني كيف لهو الممبرين ينتقي الممبرين التي تدخل يعني في شغلات بسمحلها بتدخل في شغلات بسمحلها تدخل بكثرة في شغلات ما بسمحلها في شغلات إيك إش بطير مثلا في عنا the small uncharged molecule اللي هي hydrophobic molecules تكون small بسمحلها أن تمر على طول مثل O2 CO2 N2 البنزين اللي هو الإثانول في عنا the small uncharged بس إنها polar هون hydrophobic يعني non polar هون polar بس uncharged molecule بتكون small زي ال H2O اليوريا glycerol ما هو بدخلها بس بكميات أقل من اللي فوقهم اللي هي hydrophobic بكميات أقل large uncharged polar molecules هذولها زي الجلوكوز والسكروز هذول يفوتهم بكميات ضئيلة جدا في شغلات الممبرين ما بيفوتهم نهائيا إلا في وجود في حال وجود مساعد كمان شوية سنأخذه مثل الآيونات جميع الآيونات لا يمكن يدخلوا بشكل حر من الممبرين السيمبل دفيوجين هسا السيمبل دفيوجين بالنسبة للممبرين يعتمد بكل يعني بشكل كامل على concentration gradients للمواد اللي تعبر بشكل حر مش بلاش نقول بشكل حر خنقول بدون مساعدة عن طريق الممبرين مباشرة فبتنتقل من الأعلى تركيز إلى الأقل تركيز في عندنا هون هاذ الاشي تمام هاذ اسمه الفاسيلي تايت الدفيوجين يستخدم قانوات تكونوا بروتينات اللي بتدخل المواد اللي قبل شوي حكينا عنها مثل الغلوكوز يعني صوديوم ايون كلورايد ايون فيو اكزامبل هذول الفاسيلي تايت الدفيوجين اللي تفوتهم عن طريق شيء يسهل زي الانتيجرال بروتينز عنا هاي العملية هاي العملية تحدث عند تبادل اه السي او تو داخل الجسم عن طريق اللي كيف بدنا نتخلص من السي او تو هاي عبارة عن خلية دم حمراء في عنا الكلورايد بايكربونات اكستشينج كاتاليس الكتريكال كو ترانسبورت انايون هاي السهون نفهم شغلة تمام بيجي عنا احنا تخلصنا كونا عفوا كونا داخل الخلايا بالجسم بالميتابوليزم طلع عنا السي او تو للدم بدخل لداخل خلية الكرة الدم الحمراء ف يصير تفاعل مع الاجت او فبيكون عنا ات سي او ثري زاد اتش بلس هاي السي او ثري بتطلع لبرة تصير بالبلازمة عشان يصير في عنا توازن كهربائي مين بدخل السي او بدالها هاي احنا وين وصلنا عند الرئة فبتخرج السي او ثري وبالتالي يدخل الاجت سي او ثري تلقائيا فبحدث تفاعل عكسي بعطينا اتش تو او زائد سي او تو فالسي او تو بخرج من الخلية للنغ بصير عنا الزفير يعني هيك صراحة يعني باللغة العربية بس انه بشكل كثير مفهوم تمام؟ ايوم بيقولنا الكاربون ديوكسيات الكمناتر التفاعل في Virtual او ميتابوليزم ايوم بيقولون في كاربون شعر في ميتابوليزم في ميتابوليزم بيقولون ميتابوليم كاربون ديوكسيات It leaves erythrocyte and is exhaled. تمام؟ منيجي عنا هون للطرق اللي بتنقل فيها المواد. تمام؟ Class of transport systems عنا أول شيء اليوني بورت الذي ينقل مادة واحدة في اتجاه واحد. الكود transport ينقل مادتين إما بالسام بورت بنفس الاتجاه للخارج أو للداخل والأني بورت عكس الاتجاه واحدة داخله واحدة خارجه. Active transport إني إيش هو الـ Active transport؟ هو الترانس بورت اللي يصير فيه صرف للطاقة. نحتاج فيه للطاقة لكي يحصل. Active transport result in solution membrane against a concentration or electrochemical gradients. لما إحنا بدنا ننقل مادة بعكس تركيزها. أو شحنة بعكس تركيزها. يعني بنا مثلا أن شحنات كثير سالبة برا وبدنا نطلع مركب شحنته سالبة لبرا. أو في عنا مثلا مادة كثير تركيزها لجوة كثير موجودة بكثرة داخل الخلية وبدنا ندخل زيادة كمان. هون بنستخدم الـ Active transport. Passive transport is facilitated by membrane proteins. يعني أنه إحنا بنستخدم الـ Facilitated membrane اللي هي integral proteins. عشان ننقل هاي المواد بالأنوع passive transport. بس لما تكون هايدروفيليك إحنا بحاجة للـ Facilitated اللي هو المسحل عن طريق integral protein. فلما نستهلك energy بيغير البروتين شكله بحيث أنه يخلي المادة تعبر. سواء للداخل أو للخارب. منلاحظ هنا من الرسمة أنه simple diffusion without transporter بدون ناقل يعني بدون facilitated بيكون أسرع من لما يكون في عنا facilitated. Just. فاست. Facilitated diffusion is different from free diffusion in several ways. هس شو الطرق أو الـ الأشياء اللي بختلف فيها الانتشار أو الاتقال المسهل عن الحر. فاستهلكت من فري. فاستهلك أول إشي. بيختلف عن بعض بمقدار ارتباط شحنة الجسم بغلاف البروتين اللي بنتقل عن طريقه. ثاني شي. The rate of facilitated diffusion is citrable with respect to concentration different between the two phases. Unlike free diffusion which is liner in the concentration different. هون بيحكينا أنه facilitated diffusion ممكن يوصل لمرحلة اسمها مرحلة الإشباع. بحيث أنه جميع اللي التي بيستخدمها كيبدأ أقول إنه خلص امتلأت يعني كلها شغالة. هس بالحالة هاي شو ما زاد فرق الـ concentration راح يظل الـ rate of diffusion ثابت تبعها. على عكس الـ Free Diffusion كل ما زاد الفرد بالـ Concentration راح يزيد كمية المادة المنتقلة ما في حد معين خطي كل ما زاد الفرق زادت الكمية المنتقلة ثالث The Temperature Dependence of Facilitated Transport ثواني ثالث The Temperature Dependence of Facilitated Transport is substantially different due to the presence of an Activate Binding Event يعني بحكي لنا هون انه Facilitated Diffusion كثير بعتمد على الحرارة بسبب وجود Activate Bind Events يعني اشي اللي هو المحفز خنقول المنشط الذي يعتمد على الحرارة يعني هذا اذا ما كان درس الحرارة لحد معين ما بيشتغل فبتكون فاصلة من مرة اما بيقول As compared to Free Diffusion where Dependence on Temperature is mild يعني مش زي Free Diffusion Free Diffusion يعتمد على الحرارة بشكل معتدل يعني فقط انه اذا قلت الحرارة بيقل الدفوجن اذا زادت الحرارة بيزيد الدفوجن على هذا الاساس اما Facilitated Diffusion لا في عنا اشي اسمه Activified او Active Binding Event الحدث المنشط او حدث ربط منشط هذا يعتمد اذا كان درس الحرارة الفلانية يشتغل وبيصير يزيد اذا ما كانت هي بيكون فاصل من مرة مش انه يعني بيمرر بشكل بسيط وفي انه هون مخطط بياني بيبيني لنا انه الفاسيليتايت الدفوجن اسرع من ال passive دفوجن هذا الاشي الوحيد ممكن نعرفه من هاي الرسم صراحة خلال هذا السلايد راهين احنا نتعرف على شو العملية او كيف بتصير عنا شغل اللي هي اه 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 او اللي هي السوديوم بوتاسيوم اول اشي بيكون عنا في داخل الخلية اللي هو موجود بكثرة ال ا ا ا بلس بتدخل ثلاث ايونات ا ا ا بلس بيكون هون تمام داخل البوم فيرتبط ان اي تي بي محولا شكلها للخارج فبتصير الفتحة بدل ما هي للداخل تصير للخارج فبيخرج من عندنا اللي هي اه ال ا ا بلس وبدخل ال ك بلس اللي موجود بكثرة فيها الخارج فعنه اللي هي العملية الفسفر الفسفوليريشن فلما ي يفك ارتباط المجموعة الفوسفات من عند البومب بترجع الوضحة الطبيعي الفتحة للداخل فبتدخل اياش ال ك بلس بيرد يرجع يعطع والضبط ن ال questi كده على هذا النحو فايش بصير عندنا اول اشي اللي هو فوسفوليريشن بعدين الترانسبورت اللي هي ريليز 3NA for outside and bind 2K for the inside فبصير عندنا هون دي فوسفوليريشن اللي هي بتلدغي ارتباط الفوسفاتهم من هون برجع الوضع الطبيعي ترانسبورت ريليز K2 into the inside of the cell في هون معطينا معلومة يقولنا to treat hypotension اللي هو مرض انخفاض ضغط الدم and some arethymis اللي هو مرض عدم انتظام ضربات القلب inact by inhibition يقوم على تثبيت احنا بنعمل تثبيت ل الNAK ATPase اللي هي نفسها الNAK potassium او sodium potassium pump also known as sodium potassium ion pump just هون عنا الenergy transduction by membrane protein هاو هون احد انواع اللي هو secondary transport احنا عن طريق اللي هي الNAK ATPase بنطلع الNA Plus لبرا والNA Plus اللي طلعنا باستخدام الطاقة يرد يدخل عن طريق co-transport مع الكلوكوز فالكلوكوز يدخل الى الجسم بنصير نحوله لطاقة و ATP عن طريق الميتابوليزم او الكاتابوليزم مش متذكر glucose transport in intestinal epithelial cells هون بحكينا عن كيف بدنا نستخلص الجلوكوز من الطعام الموجود داخل الانتستن هاي هون intestinal lumen داخل الانتستن عشان نودي للبلد ويتوزع على اجزاء الجسم اول اشي بصير عنا عن طريق co-transport عن طريق التشانل الموجودة على المايكروفلاي بدخل معنا اثنين صوديوم وواحد غلوكوز حيث اثنين صوديوم صاروا داخل الجسم تمام اثنين صوديوم والواحد غلوكوز صاروا داخل جسم الخلية فبتلتقي هنا واحدة زيادة مع الصوديوم وتطلع لبرة وتدخل الاثنين كي بلص عن طريق اللي هي الان اي كي اتي بيز اللي هي نفسها صوديوم بوتاسيوم بومب وعن طريق تشانل مخصصة للغلوكوز بخرج عنا جزئي الغلوكوز وين هذا كله بصير للدم ومن الدم بنتقل عن طريق حركة الدم للاجزاء الاخرى مختلفة من الجسم هس هون بحكي لنا الغلوكوز يوني بورت بس غلوكوز هون فاسيليتايتد يعني مع التركيز وليس عكسه هون كوترانسبورت اللي هي بمعنه اثنين بنفس الاهتجاه هون بدنا نحكي عن الريجوليشن با انسولين اوف غلوكوز ترانسبورت با غلوكوز هون بدنا نحكي عن ايش اللي هو تنظيم الانسولين لانتقال الغلوكوز بالخلايا العصبية عن طريق اللي هو الغلوكوز الغلوكوز اللي هو نوع الناقل ها تمام؟ بحكي نخط واحد غلوكوز ترانسبورترز ترانسبورترز ها نواقل الغلوكوز تكون داخل الخلية على شكل فيزيكوز بهذا الشكل ان ها سا لما يرتبط الانسولين بالانسولين ريسبتور موجود على بلازما ميمبراين تحدث الخطوة اثنين فا ايش بتصير الفيزيكوز موف تو سورفيس انو هاي الفيزيكوز تصعد للسطح تندمج مع البلازما ميمبراين مما يزيد لنا انكريز النامبر غلوكوز ترانسبورترز انو يصير مستقبلات او نواقل الغلوكوز تزداد عددها على السطح الخلية هون انو بيصير خلاص بيدخل وبيطلع كثير غلوكوز وبسرعة لما الانسولين لما ينخفض مستوى الانسولين او يصير كثير انسولين ينفك الارتباط طبعا من الريسبتور بتصير مرة ثانية ترجع الخلية عفوا الريسبتور على شكل فيزيكوز remove from the plasma membrane by endocytosis البلع الخلوي هاي اكثر من فيزيكوز مع بعض بيرتبطوا الفيزيكوز الفيزيكوز يصير عنا اندوزوم كبيرة تمام؟ مع الوقت هاي الاندوزوم الكبيرة بتتقسم لفيزيكوز صغار بحيث انو يرجعوا جاهزين انو يرتبط بالسطح في حال ارتباط الانسولين بالانسولين ريسبتور هاي كدورة يعني دورة كاملة متكاملة في عنا الاكتوز اوبتيك ان اي كويل هاي العملية بتصير عن طريق اول واحدة اول واحدة بيكون في عنا اتش بلس داخل الخلية فبنضطر انو نستخدم مصدر الطاقة ينتج لنا سي او تو يعني انو هذا بنتج سي او تو بحيث انو خلص هيك عن طريق الكوترانسبورت بيطلع الاتش بلس لبرا بيكون في عنا لاكتوز بره الخلية بالكوترانسبورت انو يدخل اتش بلس مع لاكتوز داخل الخلية هيك بالطريقة هي انو يدخل اللاكتوز لجوه والاتش بلس برضو يدخل لجوه عشان يستعد يطلع مع الفيول اللي ينطينا سي او تو مرة ثانية ورد يدخل للاكتوز مرة ثانية شو السيستيكس فيبرس هذا واسمه مرض التلايف الكيسي متى بيحدث؟ بيحدث لما سير في عنا مختلفة أو مختلفة في الجين اللي هو هاذ الجين عن ايش مسؤول؟ مسؤول عن الكنترول والسلط والسلط هاذ الجين يتحكم بالفلو نسبة نسبة دخول وخروج الاملاح والسوائل من الخلية نفسها فلما يصير عنا هذا الجين لا يعمل بالطريقة بالطريقة اللي لا يعمل بالطريقة الصحيحة ميوكوس بيصير بيصير في عنا خلايا الجسم ميوكوس مخاط يمنع دخول المواد وهذا مرض لحد خلايا على الأسطح الخلايا حتى فوقها يربع انه بكتيريا فهو مرض اكتير خطير لهون بتكون هاي هي نهاية نحاضرتنا ان شاء الله اني أكون فهمت الموضوع بصدته بشكل جميل مارح شوي اي شخص عنده ملاحظة عن اي شي من طريقة شرح من معلومة الضلط انا حكيتها اه 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 او ممكن يفيدني يعطيني نصيحة أنا بترحب يعني بتقبل الموضوع برحابة صدر كان معكم أخوكم محمد رزق الله العموش من دفعة أورتا جامعة البطاء التطبيقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته